يعني بصراحة أنا لا أستطيع أن أقرأ الموضوع إلا اليوم هو بعد الفشل الكارث والزريع للنظام الإيراني الذي يرعى العديد من التنظيمات الإرهابية في العالم خاصة في سوريا في العراق في لبنان إضافة إلى غزة وفشلهم واليمن طبعا أكيد وعديد مناطق يا سيدي حتى اليوم في إفريقيا يوجد أصبح للنظام الإيراني قواعد وميليشيات تعمل فبعد هذا الفشل وخاصة في البوربيغاندا التي ساقها للعديد منها لمحبين فلسطين ولمحبين حماس ولمحبين من يتجرع هذه القضية على مدار العشرات السنوات أنهم بعد هذا الفشل وعدم مساعدتهم لغزة ولأهل غزة والفلسطينيين وتخاذل تنظيم حزب الله الإرهابي وبعد أن تمرغت جباهم بالأرض أقصد الجانب الإيراني كان لابد من هذا الفيلم البايخ والمسلسل الممل والطريقة الدنكشوتية والطريقة المملة بهذا الرد الذي شهدناه جميعا والذي كما قال أحدهم في اللطميات التي تكون في إيران وتكون في العديد من من يؤيد الديانة الإيرانية كان يوجد ضحايا أكثر ودماء أكثر ونتائج أكثر من هذا الثلاثمائة فقاعة أو أكثر من ثلاثمائة فقاعة تم رميها على إسرائيل أنا هنا طبعا لست بمكان المدافع لا عن إسرائيل ولا عن إيران إسرائيل تمارس الإرهاب بشكل أو بآخر إيران تمارس الإرهاب بشكل أو بآخر ما قامت به إيران سيدي الكريم ليس أكثر من مسلسل وليس أكثر من اتفاق كما تفضل به الأستاذ رفعت أن إيران يجب أن تقوم برد معين وإسرائيل يجب أن تقوم برد معين ولكن لا يوجد حروب يا سيدي الكريم لا يوجد حروب ولا بأي حال من الأحوال اليوم الحرب الوحيدة هي الجميع متفق على عدم قيام دول مستقرة أو كيانات مستقرة أو أنظمة سموها كما شئتم في المنطقة العربية خاصة في هذه الجغرافية فلسطين ودول التوق وصولا لسوريا لمصر كل هذه المنطقة لا يجب أن تكون مستقرة ولا تحت أي ظرف فهذه الصراعات أعتقد ليس لنا أي دعوة بها لا من قريب ولا من بعيد وكل ما يحصل بصراحة يعني ما هذه الحرب كل وقتا كل وقتا إيران تنادي بأمريكا الشيطان الأكبر وسنفني إسرائيل وسنسحب ملكة يا سيدي شوف الفيديو إيران إسرائيل قامت بمحي القنصلية الاحتلال أنا لا أسميها إلا الاحتلال الإيراني في دمشق محتها وقتلت ما أعرف شو اسمه هذا تبع الحرس السوري الإيراني أين هو الرد؟ أين هو الرد؟ أين هو الرد؟ يا سيد الكره هذا هو الرد؟ هذا هو الرد الصواريخ والطائرات المنتهية الصلاحية والصواريخ التي لا تحمل أي رؤوس متفجرة هذا هو الرد؟ يعني سيارا حطان لإيران ولمن يؤيد إيران ومن يؤيد محور هذا المقاومة أقول لهم ابحثوا عن معاقين يصدقوكم في هذه المواجهة اليوم لا يوجد عربي اليوم حر وواقعي ومؤمن بتحرر الإنسان يؤمن بالصراع الإسرائيلي الإيراني لأنه أصبح مسلسل بايخ ورواية سمجة ومملة ومنتهي الصلاحية وحتى لو رأينا الصواريخ الحقيقية إن كان من إسرائيل أو إيران يدك طرفهما الآخر لن يصدقهما أحد إسرائيل اليوم تتعاون وثيق ومثمر في سوريا تتعاون وثيق ومثمر في العراق في لبنان في غزة اليوم إسرائيل تذكر أستاذي الكريم من أكثر من قبل رمضان في آخر جلساتنا المتعلقة بالشان الفلسطيني تحدثنا بها ما قدمته ما قدمته حماس لإسرائيل لا يستطيعون لا تستطيع أعداء فلسطين مجتمعين أن يقدموها قتلت ما يصل إلى 35 ألف شخص ودمرت 90% من غزة ومن البنية التحديدة كلها تدمرت كيف كانت ستستطيع يا سيدي الكريم إسرائيل الدخول لولا هذه الحرب العبثية التي قام بها تنظيم حماس الإرهابي على إسرائيل صحيح يوجد حق بالتحرر ولكن لا تقوده حماس لوحدها يقوده قرار فلسطيني شعبي كامل حتى لا يقوم أحدهم باجتزاء كلامنا ويقول نحن أننا نحن ضد تحرر الشعب الفلسطيني الشعب الفلسطيني يتحرر بما على علاقة دمروا القضية دمروا الأديان شوهوا الدين المسيحي قبل الإسلامي في هذه المنطقة استغلوا الجميع تجاه أو لصالح لصالح مشروعهم السياسي الذي قراره من طهران وليس من أي قرار يعني نستطيع أن نقول أن هذه الضربة من إيران كانت لحفظ ماء الوجه فقط لغير ولا حفظ يا سيدي حتى حفظ الوجه ما قدروا يجبوا اليوم نفسهم مؤيدي نظام إيران الإرهابي نفسهم غير مقتنعين بالذي حصل يا سيد الكريم أي رد وأي ضربة بزمانه لما الرئيس المرحوم صدام حسين والشهيد صدام حسين قام بضرب إسرائيل وقتها قامت الدنيا وقعدت وأسقطوا النظام كاملا أنا توقعت أن يكون فعليا يوجد إنهاء لإيران في صباح أو الساعة التالية لهذا الجبان التي قامت به إيران على إسرائيل ولكن لم يحصل شيء لا أحد له المصلحة لا أحد أتحدىكم يا سيد الكريم إزالة إيران من المعادلة السياسية اليوم هو فعليا تحرر سوريا تحرر العراق تحرر لبنان وتحرر الجزء الكبير من فلسطين ويمن طبيعي